كيف نضع الكريمات الليلية والنهارية مع مساج للبشرة؟ استغل الوقت الذي تضعي فيه الكريم النهاري أو الليلي على بشرتك وقومي بعمل مساج للبشرة وذلك لتوزيع الكريم بالطريقة المناسبة وليعطي الكريم أفضل مفعول للبشرة ولأن مساج البشرة يؤخر ظهور التجاعد عند المساج أو توزيع الكريم يتم استعمال كلتا اليدين نطع الكريم على الأصابع بالكمية المناسبة نبدأ بتوزيع الكريم بدءا بالجبين والذقن ثم نفرد المتبقي على الخدود من الأسفل إلى الأعلى ونتجه للأنف ثم الجبين ثم الخدود بطريقة دائرية من أسفل لأعلى ثم نتجه للرقبة ونمسجها من الأعلى للأسفل ونعود لنمسج فوق الحاجبين باتجاه الأعلى ثم نمسج الفك من الذقن وحتى أسفل الأذن نمسج حول الفم بدءا من الشفة العليا انتهاءا بالسفلة وبالعكس نمسج الأنف من مقدمة الأنف وحتى الأعلى ونزولا مرة أخرى مساج العين يكون على عظمة العين دون الاقتراب من الجفن نبتأ من زاوية العين الداخلية للزاوية الخارجية ومن ثم لأعلى العين من الخارج لداخل العين مساج الفك يكون من الأسفل للأعلى من الجهة الخارجية للأصابع مساج الجبين يتم بتحريك الأصابع باتجاه اليمين واليسار من وسط الجبين مساج الحاجب يتم بتحريك الأصابع مع اتجاه الشعر ويفيد مساج الحاجب بأنه يبقي منطقة الجفن والحواجب مرفوعة وخالية من التجاعد لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعات ما هو جديد ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم ترجمة نانسي قنقر